بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله يا باغي الخير هذا شهر مكرمة أقبل بصدق جزاك الله إحسانا وصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم يحيى القلب نشوانا أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان مبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والإيمان والمغفرة والرضوان خلقنا الله سبحانه ونفخ فينا من روحه يقول جل في علاه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وهذه النفخة العلوية كتحتاج تصل بخالقها كتحتاج للغذاء كيف يحتاج الجسد وتحقيق التوازن بين متطلبات الجسد والروح هو سبيل سعادة الإنسان ومن أجل ساعتنا الدنيوية والأخراوية فرض الله سبحانه وتعالى علينا عبادات وأمرنا بطاعات لو نقوم بها بالطريقة الصحيحة ونستحضر المعاني ديالها العظيمة البالغة الرقي لكانت لدينا مصدر عظيم السعادة والراحة والطمأنينة ولو وجدنا لها لذة وحلاوة ومتعة ما كتساليش وما كينش بحالها ولكلها الأثر العجيب في حياتنا بإذن الله يقول سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فالطمأنينة والراحة واللذة الحقيقية ما كتكون إلا بعبادة الله وحده وتعلق القلب به فهذا إبو القيم كيقول والإقبال على الله تعالى والإناب إليه والرضى به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة فكلما ازداد العبد قربا من الله ذوقه من اللذة والحلاوة كي يلقى الطعم ديالها في كل تفاصيل حياته حتى كيتحقق ذك شيباش وعدوا الله سبحانه فلنحينه حياة طيبة وبالغت لذة العبادة وحلوتها باللذقها أنه قال يعني من شدة سروره لو يعلم الملوك ما نحن فيه يعني كي يعني من نعيم لجال دون عليه بالسيوف وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كي يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فكيفاش ندخلول لهذه الجنة أحبتي جنة ديال الدنيا كيفاش يحصل العبد على حلاوة العبادة فأول طريق العبادة كتكون مجاهدة وفي منتصف الطريق يعني كي يولفها الإنسان وكي يستنس بها ومع الاستمرار وفي النهاية كتلقى ديك اللذة والحلاوة الغامرة كي يقول ابن القيم السالك في أول الأمر يجد ثعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق فصارت قرة عين الله وقوة ولذة وكي يقول أيضا لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها فيقيد الله له ملائكة تأزه إليها بمعنى رب سبحانه وتعالى كي يسخر له ملائكة كدفع الطاعة دفعا توقظه من نومه إليها ومن مجلسه إليها تقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لما عن المحسنين في لجهتي نفسك هداك الله وسهل لك الوصول إلى ما تريد بعد المجاهدة أحبتي كي يجي الحرص على عدم تحول العبادات العادات لأنه إلى تحولات العبادة العادة كتتفقد لدى ديالها وحلوتها بمعنى كتتفرغ العبادات والطاعة من المعاني ديالها كتتأدى بلا خشوع ولا استحضار للمعاني كيف هو حال كثير منه مع الأسف مع العبادة الكثير كيتشك أنه ما كيستمتعش بالعبادة دياله كيتوضى وما كيحس تحاجة ما كيستشعر التمعنى كيصله وكيصوم وهما تقال عليه كيقرأ القرآن ما كتجوجس القراءة دياله واللسان وما كيحس تحاجة كينفق من المال دياله ولا يجد لذلك حلاوة يدعو ما كيتحركش القلب دياله صبحات عبادات وطاعات كتحكمها العادة يعني صبحات مجرد أشكال وتقوص وهيئات لا طعم لها ولا حلاوة وربما خلها الإنسان بعد ما ملمنها من هنا لابد من معرفة معاني كل عبادة واستحضرها عند كل أداء لها حتى تستمتع الروح ديالك بالوصل مع خالقها سبحانه وتخرج منها وقد تغير حالك وصبحت ما قادر شيء تستغنع لها بعد المجاهدة حبتي والحرص على عدم تحول العبادة إلى عادة كيجي البعد عن الذنوب المعاصي فقد سئل وهي بن الورد أيجد لدة الطاعة من يعصي قال لا ولا منهم وأدى ابن الجوزيك يقول فرب شخص أطلق بصره فحرمه الله اعتبار بصيرته أو لسانه فحرم صفاء قلبه أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجات إلى غير ذلك فالدنوب أحبتي ذا القلوب فمرض الجسد كيكون بالأوجاع ومرض القلوب بالدنوب فكما ما كيلقاش الجسد لذي يعني دي الطعام من كي مرض كذلك القلب ما كيلقاش حلاوة العبادة مع الدنوب ثم كي يجي الدعاء في آخر مطفه وسبيل كل راغب في تذوق حلاوة العبادة فإلا وفقك الله سبحانه وتعالى الدعاء فقد أراد بك خيرا كثيرا فارفع يديك المولاك ودرع ليه بقلب خاشع متحرق متشوق متعلق به أنه جل في علاه يمنع لك بلدة العبادات والطاعات ويعمر بها قلبك ونفسك وروحك فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين أحبتي في الله تذوق لدة وحلاوة العبادات والطاعات هدفنا من هذا البرنامج الجديد حلاوة العبادة والبداية ما حلاوة ولدت عبادة هي مثل العبادات وأمطاعة المتعدية لها كبيرة والسر ديالها عظيم وأداءها على الوجه الحقيقي كافي بإذن الله أنه يسلك بالعبد مسلك النجاة في الدنيا ويوم القيامة ترى أحبتي اشن هي هاد العبادة واشن هو السر ديالها واشن هي أهميتها ودورها في حياتنا واشن هو السبيل باش نستمتعوا بها ونحيشوا حلوتها ونقطفو ثمارها وننتنعموا بخيراتها لإجابة على هذه الأسئلة في الحلقات المقبلة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة